ها هو سلوان من محافظة المثنى جنوب العراق والعائد من ألمانيا بعد أن تمكن من نشر بحث علمي في مواقع عالمية وضع فيه علومه التي اكتسبها من التدريب بمعهد الآثار الألمانية في عمليات الحفر والتنقيب وصيانة آثار معبد الوركاء سلوان عرض منجزه العلمي في مؤتمر منتدى الخبراء العراقي الألمانية بيومه الأخير المنعقد في متحف الموصلة ليسهم في تعليم جيل جديد من الآثاريين العراقيين الطرق والأساليب الحديثة حول تنقيب وترميم الآثار مشروع الذي قدمته في حينها كان يتحدث عن معبد غاريوس في مدينة الوركاء الآثارية وحصل المشروع على المرتبة الثانية من بين عشرة متدربين البحوث التدريبية لنا تم نشر بحوثنا في مجلة تابعة لمعهد الآثار الألماني باسم مجلة الإيقف برنامج تطوير الكوادر الآثارية العراقية على يد خبراء ألمان بدأ عام 2016 إلا أنه توقف لعدة سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا والظروف الأمنية لأتم استئنافه العام الماضي بعشرة آثاريين عراقيين من مختلف المحافظات للإسهام في تعزيز الجهود المحلية بأعمال التنقيب بلغ عدد المشاركين حوالي عشرة مشاركين من جميع أنحاء العراق تم اختيار كثير من المواضيع التي تخص عما للتوثيق والصيانة وكيفية صيانة هذه المواقع الحمد لله تمكننا من ضم كل موظفين المحافظات لهذا البرنامج التدريبي هذا البرنامج التدريبي هو الهدف منه لغرض مواكبة التطور العالمي في قطاع الآثار والتراث الدمار الكبير الذي تعاني منه المواقع الآثارية والتراثية في نيناو ومدن العراق دفع الحكومة للتنسيق مع معهد الآثار الألماني والبعثات الآثارية الأمريكية والكندية والفرنسية وغيرها لتدريب آثاريين عراقيين على أحدث طرق وأساليب التنقيب وترميم الآثار أيتم أحمد الحراء الموصلة